عم يشوفوا اللي نحن عم نشوفه مستحيل شوفيلي شوفير وزير وايف معنا شوفيلي أو حتى نائب أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالأمس أنه سيبدأ في استيراد البنزين والمازوت من إيران في تحدي واضح لقرار الدولة اللبنانية التي رفضت هذا العرض وقال أؤكد لكم نحن سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران قطعا مؤكدا أن اليوم الذي سيدخل فيه البنزين لبنان لن يكون في الليل بل نهارا وجهارا ووجه تحذيرا مبطنا قال فيه الأمر يمكن أن يتطور إلى فوضى شاملة شكل حكومة بأي شكل من الأشكال وبأي ثمن والعبط الوقت انتهت وأردف لدينا فشل وعجز في السلطة وليس لدينا سلطة لإدارة أزمة والناس متروكة لمصيرها وحمل الأمريكيين مسؤولية كل ما يجري في لبنان وقال إنهم يديرون زمام الأمور من السفارة الأمريكية في عوكر وأشار إلى أن هناك غرفة تدير ما يجري وليس مصادفة تزامن ما يجري في محطات الكهرباء في العراق ولبنان على حد قوله ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود تسبب في ظهور طوابير طويلة في المحطات وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي وقالت مستشفيات ومخابز ومرافق أساسية أخرى إنها ستضطر لإغلاق أبوابها بسبب تناقص مخزونات الوقود لديها ودفعت ساعات التغذية الكهربائية القليلة التي يحصل عليها اللبنانيون من مؤسسة كهرباء لبنان وتقنين المولدات الخاصة التي باتت عاجزة عن تغطية فترات الانقطاع الطويلة بسبب فقدان مادة المزوت عددا من اللبنانيين إلى أخذ الأمور على عاطقهم والسيطرة على محطات تحويل الطاقة بالقوة للحصول على ساعات إضافية من التغذية على حساب مناطق أخرى ما أدى إلى خروج هذه المحطات عن السيطرة وانقطاع تام للكهرباء عن هذه المناطق كما أفادت مؤسسة كهرباء لبنان يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة وفيات حادثة الوقود في شمال لبنان إلى 28 شخصا وفق مقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة رضا الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر